بسم الله الرحمن الرحيم وبهين استعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف المخلوقين وعلى أله وصحبه ومن تبع هديه إلى يوم الدين أما بعد معشر المؤمن والمؤمنات عنوان هذا التوجيه المتواضع توديع عام واستقبال آخر كما تعرفون سيدات سادتي أمس كنا في سنة واليوم نحن في أخرى وهكذا فأعمارنا تمضي وتنقص وسيأتي يوم تنتهي فيه من ضمن ما ميز السنة التي ودعناها أولا الوباء اللعين الذي أدر بالبلاد والعباد والاقتصاد وبكل شيء شيء أعنى الناس من صدمته وتغيرت حياتهم رأساً على عقب ووجهوه بما يملكون وعلى رأس ذلك الإحتياطات التي لازلنا مطالبين بها لأن الوباء لم يذهب بعده تانياً بالأدوية خصوصاً بالنسبة لمن أصيب تالتاً بالدعاء والتضرع إلى العلي القدير أن يكشف الدر كما تميزت هذه السنة بسبب ما ذكر بكثرة الأموات من عائلاتنا وأصدقائنا وجيراننا فقدنا العلماء فقدنا حفظة القرآن فقدنا الأطباء فقدنا الممرضين فقدنا المسؤولين لا إله إلا الله نسأل الله تعالى أن يتقبلهم عنده من الشهداء كما تميزت هذه السنة كذلك بالجفاف الذي أصبح مسألة تهدد بلدنا باستمرار ولا شك بأنه قد وصل إلى مرحلة من الخطر بحيث أن بعض المناطق لم يعود الناس يجدون حتى المأشر وهذا دق لناقوس الخطر الوباء كما قلت واجهناه بالاحتياطات وبالأدوية والدعاء موت الأعزاء واجهناه بالصبر وبالدعاء وفي نفس الوقت بالاستعداد لأنه قضية يومنا إن عاجلا أو أجلا والجفاف يجب أن نواجهه معشر الإخوة والأخوات بالتقاء المعاصي وبالتصالح مع الله ولو النهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض وبالإضافة إلى هذه المآسي ميزة السنة الماضية بكثير من المبشرات أقتصر نظرا لذيق الوقت على واحد منها وهي قضيتنا الوطنية التي فرحنا كثيرا لما حققته البلاد من نجاح دبلوماسي واكتساب ثقة وعطف العالم وننتظر في هذه السنة إن شاء الله أن نجني مزيدا من تمار ذلك بنسبة للسنة الجديدة التي نفتتحها اليوم كل الناس يقولون إننا نريدها سعيدة بماذا تكون السنوات سعيدة وكم يقلقنا أن نجد أن كثيرا من الذين لا يعلمون يسبون عام 2020 ويصفونه بعام النحس وعام المصيبة وعام الكوارث الآخر بنسبة للأيام والشهور والأعوام والدقائق والثواني هي محايدة هي خلق من خلق الله ونعمة من نعم الله نحن الذين نملأها بما بتصرفاتنا نملأها بأقوالنا وأفعالنا أما بالنسبة لي ليس هناك عام نحس ولا عام سعد الأعوام كلها أعوام الله سبحانه وتعالى كلها طيبة مباركة بشرط أن نجعلها نحن كذلك بإذن الله وبعد قدر الله سبحانه وتعالى وبالتالي عندما نريد أن تكون هذه السنة التي نحن في افتتاح يتها سعيدة يجب أن نتوب إلى الله مطلوب مننا جميع معشر المؤمن والمؤمنات أن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى أن نحسن العلاقة مع الله فيما يأتي ابتدان من اليوم ليغفر لنا ما مضى ويتجاوز عنا فيما فات مطلوب منا أن نتوب إلى الله وأن تكون توبتنا حقيقية تبتعد عن المعاصي وتبتعد عني عن الدنوب مطلوب منا أن نكثر من التقرب إلى الله سبحانه وتعالى فالطاعات تجلب النعم والمعاصي تأتي بالنقم ثالثا مطلوب منا كذلك أن نتعاون فيما بيننا فالذين يتعاونون ويتضامنون ويرحموا بعضهم بعضا يرحمهم الله سبحانه وتعالى ويكشف كوربهم ويقضي مآربهم ويسلح أحوالهم معشر الإخوة والأخوات أصلحوا ما بينكم وبين الله يسلح لكم أحوالكم وما لم نفعل فليس هناك يعني سنة سعيدة حتى ولو رددنا ذلك وضليلنا نردده طيلة السنة فالله نسأل أن يسلح أحوالنا وأن يغفر ذنوبنا وأن يرفع الوباء وأن يسلح الأحوال إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وصلى الله وسلم وبركة على سيدنا محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين